وظهرتكم يوم من أيام الربيع ما زلنا محاصرين محاطون بغارس الكورونا من كل الجهار لكن القلوب ستبقى مفتسم والعزيمة قوية للجميع تحية تحية لكل من يؤدي الواجب في الميدان الكادر الطبي الكوادر الأمنية الجيش العربي تحية في هذا اليوم وعيد مبارك لإخواننا المسيحين عيد الشعانين ستعود الكنائس وستعانق المساجد المساجد والكنائس الجوامع الكنائس ستقرع الأجرس سيكون لدى موعد مع الخير بإذن الله سنعود إلى ما كنا عليه وإن شاء الله سنعود أفضل مما كنا قلوبنا تكون مفرحة مبتسمة متسامحة كريمة النفس عزيزة تحية لقائد الوطن خطاب مفعا بالعزيمة فعلا كبار البلد أهل البلد كبار البلد جيش البلد كبير القوم قايدهم تحية لك شيدي في هذا الصباح سنستمر اليوم مع طلبتنا في الجامعة الأمريكية في مادة ومع المشاركين معنا من كل أنحاء العالم تحية لمن يشارك تحية لمن يبث الخير أينما كان تحية للعالم العربي والعالم أجمعي أجمع تحية للمغتربين في هذا اليوم وفي كل يوم نبتسم لكم عبر هذه الوسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي وأعتقد أنها وسيلة مفرحة على أقل للاتصال ما بيننا سنرسم اليان الآن إحدى المناطق الأثرية في سيقيليا وهي عبارة عن كنيسة في سيقيليا من إحدى القلاع الموجودة هناك في القرن الخامس عشر طبعا بدايتها كانت في القرن الثالث عشر ألف ثلاثمية وأربعة عشر بنيت وما زالت لحد الآن مستغلة كما هي معظم هذه المناطق الأثرية في حوض الأبيض المتوسط شمال المتوسط أو جنوب المتوسط الساحل العربي أو الساحل الأوروبي لجنوب أوروبا ممتد من إسبانيا إلى فرنسا إلى إيطاليا مرورا اليونان إلى تركيا ثم سوريا فلسطين مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب تقريبا النمط العمراني مشترك في المواد ومشترك في النباتات تختلف بعض الأنماط للتصاميم لكن في مجملها كلها متراكمة ومرتبطة مع بعض حوائط استندت إلى أسوار عقاعد العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية لكل من ينظر إنا صبيحة هذا اليوم سننقل الآن سنبدأ في الرسم أنا عملت أوتلاين زي ما أنتوا شايفين الأوتلاين اللي هلأ قاعد برسمه بعيد عليه وبحاول في الإجز هذي الأطراف I try myself وحاول جاهدا أعطي شوية توثينج توثينج اللي هي أو تيثينج أسف اللي هي تدرج أسنان للحوائط هاي لاحظوا هذا النمط أنا ما شفته مع العلم متسا قوثيك أركتكترال ستايل والآن بدي أحاول أرسم لكم لينز لين وورك في عنا هنا تو كولومز تو كولومز 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 عادة الأقواس اللي بدو يرسمها تحاول كل جودك ما تكون مفرق في لكن هاي أنا برسم الشباك وبعمل ستروك سمايلي بعد مرات بخففها كل منزلت إلى المنطقة السفلية أيضا بنزل إلى الآرش الثاني في عندي فتحتين صغار بنسميهم إحنا سليتس في عنا هون تدرج لاحظوا كيف التدرج بال والآن بدي أعمل شوفوا كيف أنا بعمل خطوط الحجر ما بكملها ما بتكون كونتينيوس بحاول جاهدا إنها ما تكون كونتينيوس لأنه لازم تبيني كأنها معتق الجدار قديم فإذا قديم لازم يكون أجزاء منه فقط وهلا بنشوف بالألوان كيف إحنا قبل هالمرة سويناها في بعض الحوائط القديمة لمدينة مادبة أو للكرك أو للصل وفي ناس كثير أنا برشم من كل أنحاء العالم هذه الكتب كلها بكون جبتها معي في أثناء ترحالي عندما كنت في جامعة كتانيا قمت بتدريس هذه المادة لمدة ثلاث سنوات درست في كولوج أو انفيرمنتل ديزاين درست مادة اللانسكيب لطلبة الماجستير وكان برفق الأستاذ الدكتور الزميل علي أبو غنيمة وكان عنا طلبة من كل أنحاء العالم العربي تقريبا كان عنا من الجزائر ومن ليبيا ومن لبنان ومن الأردن وكانت هذه بعثات للطلبة أعتقد بعد مرات عالتلفون لأنه بث بكون عنا اتصال لكن احنا بنقطع الاتصال مهما يكن لأنه اتصال معكم ملحوقين على التلفون إلا إذا كان بيقدر يبعث الواحد إن رسالة هاي أنا قاعد ولاحظوا أنا بحاول كل جهدي الرسمة ما تأخذ وقت طويل لأنه إذا أخذت منك أكثر من الوقت اللازم بتصبع عندك ممل ألا بدنا نرجع على الكثيدرال أو على الكنيسة اللي فوق وهذه الكنيسة بكون في لها دول العناصر الديتيلز اللي موجودة زي ما انتو شايفين في أجزاء لما تكون أجزاء مهترية أو رستك ترسمها الحجر اللي هون نفس الحجر هداك هو ليس حجر يعني كبير أعتقد هو مداميك صغيرة 15 سانتي 20 سانتي وطبعا سقيليا كريت مالطا معظم البناء فيها كان بناء بالحجر ولازم نعرف شغلة واحدة كل هذه الجزر اختلت من العرب وسقيليا بقوا فيها حوالي 400 عام وهذا ترك شيء الجميل في هذه أنا زورتها كلها إنه كل العمارة الإسلامية العربية اللي موجودة فيها كلها ما زال محافظ عليها بشكل تعتبر تراث لإلهم وتراث للسياحة فاللي بزورها يجد إنه المخزون التراثي layers عبارة عن طبقات من التراث موجود فيها الآن بدي أجي أرسم البواب اللي عندي pointed arch pointed arch كأنه عندي هون في زي جزء بارز لهذا العمود زي ما إنتوا شايفين بنحاول كل جهدنا إنه القلم يكون مبري دايما وبغمج في الأطراف المخفية هاي It's a shadow وهون بدنا هلا نشوف كيف كمبيت شايفين شايفين للإنتري الخارجية للكنيسة والآن بدي أحاول أعمل الحجر طبعا زي ما أنتوا شايفين هاي الخطوط كلها بتروح على وهاي بتروح على نقطة هدا فانيشنج بوينت هون فيه فانيشنج بوينت وفي فانيشنج بوينت ثالثة هدا حد الواجهة الشيرت عندي هون زي ويندو إذا حدا عنده سؤال بقدر يسأل وبنقدر بعدين نجاوب مش شرط اليوم لكن في أي فرصة إنه بنقدر نجاوب أخواننا أو اللي بيحب يسأل أي سؤال هذا الجال أنا بحاول أعطيه little bit of shade come back جزء من الجدار هذه المنطقة كلياتها بدها تكون غامقة يمكن الكاميرا في بعض الملاحظات يجينا ملاحظات الكاميرا قريبة الكاميرا بعيدة لطفا يعني لازم الكل يعرف إنه هذه المواد لإنه إحنا مش professional photographers ولا بنحاول نعمل بث تلفزيوني أو عنا كاميرا فيديو بنحاول من الهواتف الخلوية اللي موجودة عنا إنه نعطي the best that we can في وقت محدد اللي بس نشارك مع طلاب لأنه في أيضا دروس إحنا بنعطيها online اللي هي تبث عادة إحنا بنبث عادة يوم الثلاثة الصبح تسعة ونص وبنبث أيضا يوم الخميس في مواد الرسم الحر وفي مواد أيضا التصميم يوم الأربعة online لكن معظم البث تبعنا بكون مرتبط online للجوجل على الجامعة مواد الجامعة وهذه لا تسمح إلا في معظم الحياة الحالات إلا للطلاب المشاركة فيها ليش إحنا بنعمل هاي لأنه إحنا وجدنا من واجبنا كأكاديميين في الجامعة الأمريكية في مادبة وأعتقد في جامعات أخرى إنه إحنا نبث للطلاب ولغير الطلاب المهتمين لأنه هذا في زمن الكورونا المشاركة طبعا بتساعد الجميع وبتساعد الكل إنه إحنا نعطي إكسبوجر نعطي إكسبوجر لعملنا المعماري وزي ما شفتوا على الفيسبوك بعض مرات بنزل عن معماريين أعمالهم كيف بتعاملوا مع العمارة في ناس قالني هذيك النار طب إنتي كيف قدرت يعني تملك هذه مرة تانية وتالتة وعاشرة أنا ما بقول عن ملكة في الرسم صحيح في موهب عند البعض للرسم وفي رسم يجيد الرسم لكن اللي ما بجيده وبدخل في العمارة يستطيع أن يتعلم العمل المعماري آسف الرسم المعماري ومبادئه من طريقة الدروس والشروح لأنه الشرح في مبادئ للعمل الهندسي ومبادئ للتصميم عناصر التصميم ومبادئ التصميم وهذه في العادة بتستطيع أي واحد بقدر يتعلمها من الكتب ومن الكورسات اللي بنوخدها في الجامعات لكن هذه التولز مهمة يعني أنا في ناس بسألوا طيب المعماري معظم المعماريين اللي أنا بعرفهم واللي درسنا عنهم يجيدوا الرسم ولا يستطيعوا يعني يفرض هلأ خرب معك الكمبيوتر في المكتب وبدك ونضرب الكمبيوتر وما عندك فايلاز وبدك تروح وعندك جبون وهذا طلب منك أنه أنت تصمم له عمارة إذا عندك أو عندك هذه السكل اللي إحنا كلنا في الجامعات على فكرة بناخذها لكن تتفاوت وفي ناس بقول لي والله في أسادسنا ما بدرسونا لا الأسادس بدرسوا بعد مرات إحنا ما بنتعب على حامنا كفاية واحد سألني طب مبارع كيف أنت يقدر توصل لهون يقدر توصل لهون بالممارسة ثقة بالنفس أن تزاول مهنتك أن تحاول أن تكون مرتبط دائما بالعمل أنا هيك تقريبا أنهيت الرسمة أنهيت رسمتي وعطيتها quick outline الآن بدي ألونها وأشوف كيف بدي أتعامل مع الألوان الألوان رستيك تغلب على طابع شو بيسمو ما بعرف أخذت منها 10 أو 12 دقيقة لكن بدنا نبلش بعملية خلط الألوان نفس شو بيسمو بدي أجي هون بما أنه هذا رستيك بدي أجيب لون الأرض اللي هو اللي هو لون حطيته باخلطه مع لون بني ولازم أزيد المية هون شوية نقطين نقطين ما بزيد كتير حتى يصير عندي مخزون ما أضطر أعيد خلطه مرة تانية بضيف عليه لون أسود اللون بني والألوان اللي فيها الصفار بجي على الهون وبشوف أنا وين وصل اللون معي بالخلط أعتقد هذا اللون خويس لإلنا وبجي على المناطق اللي مبين كأنها مهترية لاحظوا ما لونت الكل وبعمل ستروكس زي ما نعملنا هديك النهار في رسم المدن التراثية أو المساجد أو الجوامع في القاهرة بعد مرات بلاقي في نوع من الصفار ضرب على الرسمة بعطي نوع من الحيوية المدن التراثية المدن التراثية المدن التراثية شدو شدو سوري شدو في عندي هون لون اللي هو لون البوابة اللي على خشب وفي نوع من الإسفرار في الداخل وأيضاً هذا الجزء نفس الشيء لبجعة هاي كمان بعطيها اللون اللي هو لأن هذا الجزء الأجزاء الخارجية المدن التراثية أيضاً المدن التراثية الذكري النار احنا حكينا عن النباتات وحكينا عن اللي بزرع في حديقة منزله زي ما انتوا شايفين 250 متر حديقة لما تزرع نباتات جاذبة للطبيعة والعصافير هذا نظام اسمه نظام ايكو سيستم نظام بيئي للأسف احنا في المدن افتقدنا وبزعل بعض الناس لما نقول ان التصرف بقطع الاشجار اصبحت عادة في بعض الدول وخاصة في دولنا العربية انا بحكي ايضا عن المنطقة اللي انا فيها يعني منستسهل نقطع الشجرة وقطع الشجرة عنا يكون عادة منستسهل لكن ما بنعرف انه قديش عملية النتح اللي بتقدمها النبات وان شاء الله خلال فترة واجيزة بدي احكي شوية عن بعض النباتات اللي بتكافح التلوث لانه احد زملائنا هديك النهار طلبنا وقالنا يريد تحكينا شوية عن نباتات التي ممكن استعمالها في الشوارع الرئيسية او الحدائق فاقلتلو ان شاء الله بكون ان حلقة نتحدث عنها شوفوا فيه اشي بكون عليه مطحلب بسواد على بعض الجدران وما بيجوا بنظفوا كل ستة شهور سبعة شهور بروحوا بعملوا ساند بلاستنغ اخطر اشي على المباني انك تعمل ساند بلاستنغ لما البناية بقولوا صار لونها بالتلوث وبنعمل ساند بلاستنغ الاصل ان تبقى زي ما هي راستك ان تبقى احنا قاعدين بنلون الان وفيه هون بتلاقي انه فيه شوية غري اللي هو عبارة عن اللون الفضي مداميك الحجر بنظهرها بطريقتنا وبنغمق لكن مش كتير ووتر كالر موصلي لازم يكون الو طريقة معينة تحمي الرسمة تابعة تحمي استايل تابعة تظهروا بطريقة الشبابي كون غامقة سوتها ما عملت لها ازرق تابعة 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 اشتركوا في القناة في عندي ارضية كأنها يغلب عليها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة